يعيش العراق أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية وأمنية انعكست سلبا على الأوضاع المعيشية في البلاد بإشكال مختلفة منها توسع ظاهرة التسول وانتشارها لسيما تسول الأطفال وازدادت في السنوات الأخيرة ظاهرة التسول في مدن العراق حيث تشير إحصاءات غير رسمية إلى أن أعداد المتسولين وصلت إلى ما يزيد عن مئات ألف شخص يجوبون الشوارع والطرق وأصبحت ظاهرة التسول مهنة رائجة للكثيرين في العراق فلا يكاد يخلو تقاطع في بغداد وبقية المحافظات من المتسولات وأطفالهن حيث أخذت هذه الظاهرة بالاتساع لدرجة بات من الصعب السيطرة عليها هذه الحقائق عكستها تصريحات لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية الحالية هكدت فيها أن ظاهرة التسول باتت أشبه بالمافيات بعد انتشارها بشكل واسع حيث تدر أموالا كثيرة على جهات متنفعة من جانب آخر باتت الظاهرات تشكل بحسب الوزارة مشكلة حقيقية تسيئ لسمعة العراق أمام المجتمع الدولي ظاهرة التسول وتناميها في عدد من المحافظات واجهت مؤخرا انتقادات واسعة إذ أصبح للمتسولين فيها نظام داخلي ومكاتب يتعقد فيها المتسولون ويتضمن العقد عقوبات رادعة لكل من يخالف قوانين هذه المهنة التي باتت من الأعمال المربحة مراقبون أكدوا أن لهؤلاء المتسولين سيارات تقوم بتوزيعهم كل صباح في التقاطعات وهم محميون من قبل مافيات تابعة لأحزاب موجودة في السلطة ضد التبليغات منظمات عدة بيّنت أنها أخذت على عاتقها توفير فرص العمل للمتسولين من خلال الاتفاق مع الشركات التوظيف لكنهم رفضوا الدخول في سلك العمل كذلك حثت المتسولين على التسجيل ضمن المؤسسات الخيرية للحصول على مرتبات شهرية وترك التسول لكن جهودها باءت بالفشل والسبب يعود بحسب هذه المنظمات إلى ارتباط المتسولين بمافيات تابعة للأحزاب تسيطر عليهم وتتحكم بمصيرهم